تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المسجد تقبل كاس العالم الفين وثلاثين من قبل المغرب معبرا عن متمنياته بالنجاح في هذا الورش التنظيمي الكبير كما استحضر مكرون ذكريات مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهاية كاس العالم قطر الفين واثنين وعشرين نستمع لمقتطف من خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر الفين واثنين 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 ستظل من أعظم اللحظات في كأس العالم رغم كل شيء اللاعبون الدوليون المغاربة يتألقون في بطولاتنا والعديد من فرقنا وهذا من الأشياء التي تجمع باغي سان جيرما وأولمبيك مارسيليا وأتمنى أن يكون لاستضافة المغرب كأس العالم الفين وثلاثين النجاح الذي نتطلع جميعا للمشاركة فيه ويوفر لنا مجددا الكثير من اللحظات العاطفية وكان مكرون قد حل أمسا لاثنين بالرباط في زيارة دولة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من العاهل المغربي الملك محمدين السادس في أخبار كرة القدم المغربية أعلن الرجاء البيضاوي اليوم تعرض ظهير الأيصر يوسف بالعمري لكسر مزدوج في فقرات العمود الفقري وأوضح الفريق الأخضر عبر بلاغ رسميا بالعمري تعرض للإصابة خلال مباراة المغرب الفاسي الأخيرة في البطولة الاحترافية المغربية إنوي وشدد الرجاء على أن الكسر لا يستلزم تدخلا جراحيا مشيرا إلى أن نابل عمري سيخضع للعلاج تحت إشراف الطقم الطبي للفريقة وأضافت إدارة الرجاء نابل عمري سيغيب أربعة أسابيع متمنية عودة سريعة للعباء أوروبيا يبقى السؤال المطروح هل سرقة الكرة الذهبية من نجم ريال مادريد فينيسيوس جونيور حيث يتواصل الجدل بخصوص جائزة الكرة الذهبية في نسختها الثامنة والستين التي منحت يوم أمس للاعب موشستر سيتي رودري في ظل انتقاد الأوساط القريبة من ريال مادريد المنظمين لحرمان فينيسيوس جونيور من الجائزة مع مقاطعة النادي الملكي للحفل بشكل كامل قراءة في هذا الجدل مع الصحفي الرياضي عبد السلام ضيفا له الذي حضر الحفل يحدثنا من العاصمة الفرنسية باريس في الواقع لم ينقطع هذا الجدل الذي رافق غياب ريال مادريد عن حفل جوائز الكرة الذهبية البالوندور وأعتقد أن هذا القرار سيجب الكثير والمزيد من الانتقادات للنادي الملكي لأن قرار الغياب الجماعي يعني نظر إليه وكأنه عدم احترام لهذه المسابقة الأهم والأبرز والأغلى بالنسبة للعب كرة القدم لأنه في النهاية هذه مسابقة تحكمها قوانين ولا واح ولا يمكن التلاعب بها ولمصلحة من سيقع التلاعب بها في النهاية يجب أن نطرح السؤال ما الفائدة إذا حصل هذا التلاعب الذي يدعيه فينيسيوس جينيور وسنده فيه ريال مادريد صحيح لعب كبير فينيسيوس جينيور ولكنه لم يثبت ذلك في عدة مستويات مع المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا كان شبح ولم تكن له بصمة نعتقد أن ريال مادريد خرج وسيخرج متضرر بهذا الموقف الذي لا يمت للروح الرياضية بسلة وكان عليهم أن يكونوا حاضرين هنا وبالتالي أتمنى أن يأتي اليوم وأن لا يطول هذا اليوم حتى يعتذر ريال مادريد ويرجع إلى استواب في هذه النقطة وحصد النادي الملكي جائزة أفضل نادي وأفضل مدرب كما حصل لعبه الفرنسي كليان بابي على جائزة أفضل هدف بالتقاسم مع الإنجليزي هاريكان لعب بيرن ميونيخ أوروبيا دائما ذكر تقاريره إعلامية أن نادي موشستر يونيتد بدأ في تحرك للتعاقد مع البرتغالي روبين أموريم كمدرب جديد للفريق وذلك بعد إقالة الهولندي إيريك تيهاك وذكرت وكالة الأنباء البريطانية نتيهاك تمت إقالته بعدما تعرض الفريق للهزيمة الرابعة هذا الموسم بالدور الإنجليزي الممتاز أمام ويستهام يتراجع للمركز الرابع عشر في الترتيب فيما لم يحقق الفريق الفوز سوى في مباراة واحدة فقط في آخر ثمان مباريات في كل البطولات نختم جولتنا الرياضية بأخبار الكرة سفراح حيث انسحب الإيطالي نيك سينير المصنف الأول عالميا من بطولة بريز للماصرز ذات الأفل نقطة التي انطلقت إذن يوم أمس وذلك بسبب فيروس ماوي بحسب ما أعلن المنظمون اليوم وسيحل مكان سينير في البرنامج الرئيسي للبطولة الفرنسي أرتور كازو أحد الخسرين في التصفية الذي سيواجه الفائز بين مواطني كورينتان موتي والأمريكي بن شيلتون في الدور الثاني ويتبقى لسينير المشاركة قبل نهاية العام في بطولة الـ ATP الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لعبين في التصنيف العالمي في مدينة تورينو الإيطالية بين 10 و 17 نومبر القادم بهذا المستمعين الكرام نكون قد بلغنا آخر محطات عدد اليوم من مساء الرياضة نشكركم على حسن الإسرائي والمتابعة